الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث فينا رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن واله الشارع الحكيم رغب في الصمت أيضا رغب في الكلام الطيب كما أنه رهب وحذر من الكلام الذي فيه الإثم وفيه السيئات بمعنى ترغيب وترهيب وعلى هذا النمط أو على هذا المسلك السوي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يربي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يرغبهم ويرهبهم يرغبهم في الأجر والثواب ويرهبهم ويحذرهم من الإثم والحرام ونحن دائما نتكلم في موضوع اللسان اللسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عبد الله ابن مسعود قال سألت رسول الله فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل وش من الأعمال يحبها ربي وأفضل الأعمال عند الله قال الصلاة على وقتها وهذا موضوع سأتحدث فيه قريبا لا خطر شمع ضمن اللي يصلي وبين قوسين اللي ما يصليش أرى في كبير من أعظم الكبائر عند الله الآن نتكلم علي صلي ولا يصلي الصلاة في وقتها ديوان كبير نسأل الله العافية رسول الله قال له في أفضل الأعمال قال الصلاة على مقاتها قلت ثم ماذا يا رسول الله قال أن يسلم الناس من لسانك تحب تتقرب ربي بأفضل الأعمال صلي الصلاة في وقتها تحب تتقرب ربي بأفضل الأعمال خلي الناس يسلموا من شر لسانك فإذا أمسكت لسانك عن الشر تعرف وش درت رك تقربت ربي بأفضل الأعمال يعني ربي يرضع ليك بهذا العمل الطيب المبارك ما هو الصيام وما هو السادقة وما هو ش نوافل وما هو ش تلاوة وما هو ش تهجد وشنه هو؟ أمسك لسانك برق فضل قال النبي أو الساد الصحابي قال له أفضل الأعمال قال له الصل الصلاة في وقتها قال له وشي آخر من أفضل الأعمال اسمع قال أن يسلم الناس من لسانك فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يرشدنا إلى الخير الإيمان الإيمان اللي رأى في قلبنا هو الإيمان في قلوبنا بصحبه شنعالجي واحد القضية وهذه أيضا عندها ثاني موضوع واحد آخر اليوم تلقى في الحارة غارق في الإثم كي تقول له وشك تدير يقول لك الصح هنا عندنا خبر بلي صح هنا الإيمان في القلب ولكن قلنا قلنا يترجمه العمل الصالح قلنا ينظر إلى قلوبكم وزيدنا معها ينظر إلى أعمالكم الإيمان الذي في قلوبنا لا يستقيم حتى يستقيم القلب والقلب لا يستقيم حتى يستقيم اللسان اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخبر بهذا الأمر العظيم قال في حديث أنس لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاظه بوائقه إيمانك ما يستقمش حتى يستقيم قلبك وقلبك ما يستقمش حتى يستقيم لسانك إلى هذه الدرجة لا إله إلا الله يعني معظمنا بعد هذه الحصة يدرك الإنسان أن معظمنا اليوم تاية وفي غفلة عن هذا الأمر العظيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ يا معاذ إنك لن تزال سالما ما سكت فإذا تكلمت كتب لك أو عليك نبي قل معاذ وبالمناسبة هذا من الناس المحبوبين إلى رسول الله قالوا النبي إني أحبك يا معاذ ومعاذ ابن جابل هذا السيد العلماء رضي الله عنه وأرضاه وكان نبي يحبه وشوف من تمام الحب لهذا الصحابي شوف النبي وشي يقوله يقوله إنك لن تزال سالما ما سكت بالدرجة تعناه رك في لامان وراك سالم وراك لبس عليك ما دمت ما دمت ساكتا فإذا تكلمت السمع يا معاشر المسلمين والمسلمات فإذا تكلمت كتب لك أو عليك احنا في البيت واحدة قاعدة مع جارتها واحدة قاعدة مع ختها واحدة قاعدة مع زميلتها في العمل وهذا الأمر في الناس عظيم وفي النساء على درجة خاصة يكسرنا من الحديث ويكسرنا من يعني الكلام وإلى آخره وهذه إشارة وكل واحد فينا رأى أفهم هذا الإشارة مني فلنتق الله ونحن نتكلم فيما بيننا كي كنا ساكتين كنا سالمين لما تكلمنا قال هو لك كتب لك أو عليك زميلتك في العمل في المؤسسة زميلك في العمل هكوا قاعدين تتناولون وجبة الغداء هكوا تتحدثوا هكوا تأكلوا الأكل هذاك من نعم الله شكرتوا ولا شوف انت تأكل وتذكر عيوب الناس نقولولك والله ما أدت شكر الله انت على الليسان هذا فلنتق الله معاشر المسلمين احذروا 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 فإن الأمر عند الله عظيم والكلام هذا للرجال وللنساء وللكبار والاستغار احذروا جميعا فيما تتلفظون به فإنكم مسؤولون أمام الله سبحانه تبارك وتعالى وستسألون عما تقولونه بألسنتكم رسول الله عليه الصلاة والسلام يبين لنا في حديث أن هذه الأعضاء هذه الأعضاء التي تعطينا ربي تخضع لهذا اللسان وتقول تعرف الأعضاء تعني وسقل لسان تقول لحنا بك إذن تمشي تمشينا وإذن تعوجج تعوججنا يقول عليه الصلاة والسلام إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقل لساً سبحان الله سبحان الله الأعضاء الأعضاء هذه كاملة تكلم عن اللسان تقول له احنا بك امشيت انت واستقمت احنا استقمنا امشيت وانت عوجشت اعوججنا تكفر اللسانة كل يوم يطلع رب نهاره ها قال اذا اصبح ابنه ادم فان الاعضاء كل الاعضاء تكفر اللسانة تخضع وتذل لهذا اللسان شفت هذه القطعة انت على اللحم هذه وجدارت فينا ها تدينا للجنة كما انها عيذا بالله تأدينا الى الى جهنم اخوة الكرام اتقوا الله عز وجل وحفظوا هذه الالسن اقولوا بها خيرا تغنموا اسكتوا قبل ان لا تندموا والله اسأل لي ولكم الهداية والتوفيق والسداد ورب عون على تربية هذا اللسان ورب قدرنا على هذا اللسان ورب يحفظنا من آثات وآثام اللسان فانه يؤدي الى الهاوية الا من رحم الله من عباده الصالحين الذين وظفوا هذه النعمة في طاعة الله وفي مرضاته سبحانه عز وجل اقول ما تسمعون والله يعلم سبحانه ما تفعلون والله نسأل لنا ولكم السلام وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر